الله معكم أحبائي الصغار وإماتهم وبياتهم وإذا بحب ينضم لقلنا التاتا والجدو أهلا وسهلا اليوم قصتنا بتحكي عن أم وثلاث بنات بس قبل ما بلش القصة خلوني رحب بالأشخاص الجديد اللي ينضموا لعيلة التاتا سوفيا على اليوتيوب والأشخاص الجديد اللي أول مرة بيحضرونا بدي رحب فيكن وأطلب منكن أن تشتركوا في القناة من خلال الضغط على كلمة سبسكرايب أو اشتراك بدي أشكر السيدة اللي تواصلت معي وقالتلي أنه صوت التاتا سوفيا عم بيكون واطي وما عم تقدر تسمع القصة منيح هي ووليدها كرميل هيك بدي أطلب منكن إذا عندكن أي ملاحظة أو اقتراح أو فكرة بتحبوا تواصلوها تواصلوا معي على الكومنت أو التعليق على اليوتيوب تحت الفيديو وهلأ صار فينا نبلش بقصتنا قصتنا اليوم بتحكي عن الإديسة صوفيا وبناتها كانت صوفيا من عيلي شريفة بإنطاقيا صارت مسيحية وصار عندها ثلاث بنات إيمان ورجاء ومحبة وربتهم على محبة وعبادة الله وكان إيمانهم ملفت للنظر وصارت تقصدوا النساء من كل أنحاء المملكة لحتى يتمتعوا باللقاءات الروحية اللي كانوا يعملوها وهيك صار بيتهم مركز لنشر الإيمان المسيحي وبيوم من الأيام عرف الملك أدريانوس الوسني فيهم وأمر إنه يجبوهم لعنده وصارت الأم تحكي مع بناتها وتوعظهم وتقويهم وتطلب منهم إنهم يثبتوا على إيمانهم بالسيد المسيح وكانت تقلهم قوعة تضعف عزيمتكم ومجد هيدا العالم الباطل يغريكم وتخسروا المجد الدايم صبروا لحتى تصيروا مع عريسكم المسيح وتفوتوا معه على النعيم ولما وصلوا لعند الملك تطلع فيهم وسألهم أنتوا اللي بتعبدوا المضل وعم بتضلوا لونيساء مدينتنا جاوبتوا الأم بكل سئة نحنا ما منضلل حدا نحنا عم ننقذ النفوس من ضلال الخطيئة والموت تعجب الملك من شجاعتها وسألها أنت مين ومين هاو البنات قالت له صوفية أنا مسيحية وبعبد ربي وإلهي يسوع المسيح وهو بناتي رد علي الملك وقال له أنت ما بتعرفي شو بصير بلي بيعبدوا هيدا الديانة وما عنديك شفقة ولا خوف على بناتك من اللي رح يصير فيهم من وراك وجاوبته الأم أنا بصير مجرمة إذا مشهدت لرب يسوع المسيح وبعرف كتير منيح شو رح يكون عقابة وأنا بشتهي وبتمنى أن أترك ها الدنيا وإطلع عند ربي يسوع المسيح أما محبة بناتي ليسوع المسيح فهي منى أقل من محبتي إله وجرب الملك معه بطريقة تانية وحاول يغرية بكنوز هيدا العالم وقال له بناتك حلوين بكرة بيتعاملوا معاملة الأميرات وبيحصلوا على مراكز عالية وبيلبسوا الجواهر والتياب السمينة قالت له الأم نحنا ما بهمنا المراكز العالية ولا الجواهر ولا الملابس السمينة نحنا هدفنا الأكاليل السماوية والحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح عصب مننا الملك كتير وقال له أنت مجنونة بدي أقتلك وأقتل بناتك معك وأمر أنهم ينحبسوا للصبح ليبلش بتعذيبهم بس الأم صوفيا كانت عم تحكي مع بناتها وتطلب منهم أنهم يثبتوا على الإيمان المسيحي وعلى محبة الرب يسوع المسيح حتى النفس الأخير جاوبوها بناتا لتلاتة ما تخافي نحنا ما رح نترك الإيمان بالرب يسوع المسيح ونحنا معك للنفس الأخير وتاني يوم الصبح بكير جيبوا الأم وبناتا لعند الملك وبلش يحاول معهم محاولة أخيرة ويغريهم بكنوز هيدا العالم وبعطايا كتيرة وهدايا أكتر بس هن ما تراجعوا أبدا عن الإيمان المسيحي وجاوبته البنت الكبيرة يلي اسمها إيمان نحنا منا بحاجة لعطاياك وما رح نترك السيد المسيح وهون سأل الملك أنت شو اسميك وقدي عمرك جاوبته أنا اسمي إيمان وعمري 12 سنة ورجع من جديد الامبراطوري حاوي ليغريها بالأرضيات وطلب مننا أنه تسجد للأوسان جاوبته إيمان بكل سئة أنا ما بسجد للحجارة أنا بس بسجد لرب يسوع المسيح وهون غضب الملك كتير مننا وقال له كيف بتتجرقات جدفة على الآلهة؟ جاوبته ترك هايدي الأوسان وتعدو حلاوة ومحبة ملك الملوك ورب الأرباب وحاول الملك معها للمرة الأخيرة وطلب مننا أنه تسجد للأوسان ووعدها أنه يزوجها أحد عظماء المملكة ويعطيها كتير من النعم ومن الهدايا ولما رفضت إيمان طلبه للملك أمر أنه يعزبوها ويدربوها بالمطرقة ويحطوها بالمي المغلية بس ربنا يسوع المسيح ساعده وأنقذه دهشوا الناس اللي كانوا موجودين وآمنوا بالرب يسوع المسيح وكانت إيمان عم بتصلي وتسبح الرب كل الوقت ونزل ملاك من السماء وخلى النار تصير كأنه ندى بارد لما شاف الأمبراطور أنه النار مأزيتها أمر أنه يقطع ورقبتها بالسيف وهيك نالت إيمان إكليل الشهادة وهلأ صار دور البنت الثانية قال للملك أنت صبية حلوة شو اسميك وقدي عمريك قالت له أنا اسمي رجاء وعمري 11 سنة هز الملك براسه وحاول يخوفها وقال له شفتي أختي كيف أنهت حياتها بإيدها بهالطريقة البشعة المؤلمة بس أنت أكيد ما رح تعملي مثله ورح تتركي هيدا المسيح اللي عم بينهي حياتكن جاوبته رجاء أختي بلشت حيات جديدة بالسماء وأنا بدي كون مثله وهون هددى الملك بالقتل قالت له أنا كلي رجى فيك أني كون مثل إختي جاوبة أنت أكيد جنيت قالت له بالحقيقة الحياة هي مع المسيح والموت هو ربح بالنسبة إلي قال له الموت ربح كيف ربح قالت له الحياة الأبدية يلي أنت ما بتعرفها ولا سامع عنها هي الربح عصب منها كتير وأمر أنهم يحرقوها بالنار بس جند الرب كانوا معها ومأزيتها النيران وأمر الملك بتقطيعها لرجاء وعقد ما كان معصب كان عم بيصرخ ضربوها قطعوا رقبتها وهيك قطعوا رقبتها لرجاء ونالت إكليل الشهادة متل إختها إيمان وبقيت البنت الصغيرة يلي كانت أمها خايفة عليها كتير إنه تخاف من العذاب اللي شافته وصارت تقوية وتصبرة عيط للملك لعنده وقال له شفتي بعيونك شو صار بإخواتك ما تكوني مثلهم قالت له بكل شجاعة إخواتي طلعوا على السماء وأنا بد يروح لعندهم سأل الملك عن اسمه وعمره جوابته اسمي محبة وعمري سبع سنين قال له رجعي لعقلاتك قالت له عقلي وقلبي مع يسوع المسيح غضب الملك كتير وأمر إنهم يعصروها بقالة التعذيب ويكبوها بالنار بس محبة هالبنت الصغيرة كان إيمانا كتير كبير وكانت عم بتصلي كل الوقت ورسمت علامة الصليب وكل الناس اللي كانوا موجودين شافوا ثلاثة رجال لابسين أبيض ووقفين حدا لمحبة والنار صارت كأنه ندى بارد وآمنوا كتار بالسيد المسيح فأمر الملك بقطع روسهم كمان أمر بتعذيبه لمحبة وشك جنيبه بالأسياخ المحمد على النار بس الرب كان معه وعم بقوية وما حست محبة بأي وجع ورجع الملك أمر بقطع راسه وهيك هي كمان نالت إكليل الشهادة متل إيمان ورجاء وطلعت لعندن على السماء وصارت إيمان ورجاء ومحبة مثال صالح وقضوة حسنة لأجيال كتير وصولا لأيامنا هلأ أما أمهم صوفية فأرر الملك يعذبها بطريقة مختلفة أرر يتركها عيشة تتحسر وتتعذب على بناتها لخسرتهم حملة الأم أشساد بناتها وأخدتهم ودفنتهم وكانت كل يوم تبكي وتصلي وتطلب منهم أنهم يطلبوا من السيد المسيح يخدها هي كمان لعنده وبالفعل هيك صار وبعد ثلاث ليالي من استشهاد بناتها أسلمت الأم روحها ولحقتهم على السماء شفاعة الإديسي صوفية وبناتها تكون معنا جميعا وإن شاء الله كلنا نكون تعلمنا من ثقة بربهم وبسبيتهم بالإيمان ونتقوى وما نخاف من شيء ونعرف إنه الرب يسوع المسيح على طول حدنا وما نخلي ملزات هيدا العالم تغرينا وتحرمنا من الحياة الأبدية مع السيد المسيح وبتعيد كنيستنا لعيد الإديسي صوفية وبناتها بـ 17 أيلول ما تنسوا تسمعوا طربارية الإديسي صوفية وبناتها اللي موجودة بصندوق الوصف وهلأ صار وقت ودعكن وبتلاقى أنا وياكون نهار السبت نقل راد